من سيختاره دونالد ترامب ليكون نائبا له؟ سؤال تدور حوله العديد من التكاهنات في الولايات المتحدة فالمرشح الجمهوري يبحث عن شخص كفء ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس ويتعين عليه أن يعلن عن هوية ذلك الشخص رسميا قبل نعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ملواكي الأسبوع المقبل والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثناء الذي سيشكله ترامب مع نائبه اختيار كان من المفترض أن يتم في وقت سابق لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مسلطة خلال الفترة الماضية على قضية صحة بايدن منافس ترامب حتى الآن في انتخابات نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر من ديترويد بولاية ميشغن يسعدني أن أستضيف الخبير السراتيجي الجمهوري ستيف هاوس ستيف أهلا بك معنا في أمريكا اليوم من برأيك على الرئيس السابق دولارد ترامب أن يختار نائبا للرئيس؟ هذا سؤال وجيه جدا هناك طبعا خيارات أمامه سأبدأ بالقول بأنه في موقف جيد فالرئيس ترامب يحتاج إلى نائب رئيس جيد ليفوز فهو شخصية كاريزمية بكل تأكيد هناك ماركو روبيو دونالدز تيم سكات دوغ بيرغام هناك مرشحون بكل تأكيد وهناك أيضا كريستي نوم وبينها وبين بيرغام هناك ربما ما يضعهما في المقدمة وأوى أنهما حاكمان لولايتين وحكم الولاية مثل حكم الفيدرالي فإذا اختار ربما نائبا للرئيس فسينبغي أن يكون شخصا واثقا وربما هذان هما الأفضل ولكن هذا لا يعني بأنه سيختارهما هو في تعليقاته الأخيرة على هذا الموضوع بالمناسبة أشار إلى بيرغام على أنه وقع على أمر متعلق بمسألة الإجهاد في أمريكا وأن هذا قد يكون مشكل أيضا أشار إلى مسألة أنه وماركو روبيو هم يقيمون في نفس الولاية وبالتالي هناك تعقدات هذه قد تعقد الأمر هو طبعا لم يستبعد هذه الخيارات بشكل كامل وبالتالي هذه الخيارات تضيق شخصية الرئيس السابق دولاند ترامب كانت على الدوام هي مثار جدل الشخصية التي تعرفها من الذي يمكن أن يعمل بجانب ترامب كنائب للرئيس أنا أعتقد وبناء على ما قلته بشأن الإجهاد والأمور الجدالية الأخرى ربما الشخص الذي سيكون أفضل نائب للرئيس بما يخص هذه القضية سيكون بان كارسون بان كارسون شخص ذكي جدا وهو دكتور وهو إفريقي أمريكي ويمثل طبعا الأفاريخة الأمريكيين وعلى اتصال مع ترامب يوميا وهو إنسان هادئ ومنضبط وأيضا هو سياسي وقاد تحت إدارة ترامب وهو وتيم سكوت أعتقد بأنهم بكل تأكيد سيحاربون مثلا الفقر وسيساعدون ترامب في تطبيق سياساتها فهناك مثلا الكثير من المشكلات ولكن بان كارسون أعتقد أنه سيكون ربما خيارا رائعا جدا لماذا برأيك ستيف تأخر الرئيس السابق دونالد ترامب في إعلان اسم الشخص الذي سيكون معه لمنصب نائب الرئيس هل الأمر متعلق بأصراع الذي يدور داخل الحزب الديموقراطي؟ لا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بأن لديه هذه الفرصة ولأن كما قلت شخصيته كبيرة وفنائب الرئيس ليس مهم بالنسبة إليه أعتقد بأنه لأنه يبلغ من العمر 78 عاما فهو يريد أن يظهر نفسه بأنه يتمتع بالحيوية وليس كبايدن أو ككمالا هاريس أعتقد بأنه ينتظر حتى المؤتمر لأنه يريد أن يرى هؤلاء كيف سيكون أداؤه من المرشحين حين يتحدثون ويخاطبون الناس مثل ماركو روبيو وهناك أيضا معظم هؤلاء الذين هم موجودون ربما سيكونون في الحكومة إذن ما سيظهره أنه إذا اخترتموني أيها الشعب الأمريكي فهؤلاء سيقودون معي الولايات المتحدة ولكن أيضا ستيف رئيس السابق دونالد تراب كمان مسألة الشخصية هي دور مهم جدا قضية الولاء ألا تعتقد بأنها ستكون عامل حاسم في تحديد من هو نائب الرئيس خصوصا أن الرئيس السابق دونالد تراب تاريخ مع نائبه عندما كان في البيت الأبيض نعم بكل تأكيد الولاء مهم جدا ولهذا ربما رون دي سانتس ليس على تيك القائمة فدونالد ترام شعر بأن دي سانتس رغم أنه كان يعتقد أنه سيصبح رئيسا رائعا فلم يكن ذا وفاء بالنسبة إليها فمايك جونسون نعم أبل بلاء جيدا ولكنه لم يعطه ذلك الولاء الذي كان يتطلع إليه نعم أنت محق فنعم الولاء مهم جدا ومن بيرغم إلى تيم سكوت إلى الآخرين كلهم يدعمون ترامب على طول الخط كما يقال ولذلك هم موجودون في القائمة ستيف لماذا أنت قلت بأنه ليس هناك أي ارتباط ما بين الصراع الدائر داخل الحزب الديمقراطي ومسألة تأخر إعلان أو تسمية المرشح لمنصب نائب الرئيس كيف يوظف الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الأزمة الحالية التي تدور داخل الحزب الديمقراطي كما تعلم فإن قيادة الحزب الجمهوري تغيرت قبل شهرين أو قبل أشهر وهذا يتضمن ليس فقط بأنهم الآن فأنا كنت مثلا في كنت قد خدمت أيضا في الكونغرس في الماضي فدونالد ترامب قد جمع الحزب مرة أخرى ووحده أعتقد أن هناك توترا أقل في الحزب الجمهوري الآن مع ترشحه مما كان عليه الحال في 2020 في 2016 كان هناك الكثير من القلق ولم يفهموه و2020 كانت جدلية جدا لأنه كانت كوفيد وكانت هناك قضايا كثيرة ولكن الآن أعتقد بأن الحزب متحد أكثر مما مضى وجميع الذين هم موجودون في الكونغرس والقياديون أظن أنهم كلهم يدعمون ترامب حين يكون أعتقد بأن التغيير قد حدث حقا في الحزب الديمقراطي وهذا جيد استيف أيضا هل على الرئيس السابق دونالد ترامب أن يتحضر لمسألة منافس آخر سوى الرئيس الحالي جو بايدن في السباق القادم نعم لا أعتقد بأنه حين كتب جورج كلوني في نيويورك تايمز وقال بأننا نحتاج إلى مرشح آخر وأظن بأن هذه أيضا ضربة كبرى بالنسبة للرئيس بايدن أعتقد أن أمور كثيرة تشير إلى أنه سيتم استبداله ولكن سنرى إذا كان ليفعل ذلك ولكن إذا كانت هناك مثلا إذا صعبت الأمور بالنسبة لديمقراطيين لجمع الأموال والتبرعات فنعم ترامب بكل تأكيد سيحضر نفسه لمرشح جديد كجوفين يوسوم مثلا أو هيلاري كلينتون أو غيرهم أظن بأنه يحضر نفسه لهم سؤال الأخير لك ستيف بشكل سريع الرئيس الحالي جو بايدن هو خلق أزمة داخل الديمقراطيين متعلقة بمسألة من يخلف جو بايدن بالمقابل أيضا الرئيس السابق دولارد ترامب هو ليس أفضل حالا من ناحية السن هو اتاح الحزب الجمهوري أنت تقول بأنه غير الحزب الجمهوري هل هناك خشية أيضا بعد أربع سنوات حتى إن فاز الرئيس السابق يمكن أن يواجه الجمهوريون نفس المصير أن يكون الارتباط دائما بشخصية الرئيس السابق دولارد ترامب والدائر المحيطة به أعتقد بأنهم سيتعاملون مع هذا الأمر بعد أربع سنوات ولكن ما هو مهمنا الآن هو أن يفوز ويحكم البلاد فالرئيس بايدن قد أضر بالاقتصاد البلاد وهناك تضخم نحن نتطلع إلى الأعوام المقبلة ولا نتطلع إلى ما سيحدث بعد دونالد ترامب كل شيء سيحدث طبعا تبعا شكرا جزيلا لك أشكرك جزيلا الشكر كنت معي من ديترويت في ولاة مشكل وأنت الخبير الاستراتيجي الجمهوري أشكرك جزيلا الشكر ترجمة نانسي قنقر